صباح الخير عليكم كل سنة وانتوا طيبين عام جديد سعيد علينا جميعا اهلا بحضراتكم يوم جديد في هذا الصباح برحب بكم وهنبدأ اول حوار في هذا الصباح اليوم في العام الجديد هيكون مع اهم حاجة في مصر وهي الاسرة المصرية قانون الاسرة المصرية وقانون الاحوال الشخصية الجديد عارفين ان مرت سنين فيها مشاكل كتيرة تظلم فيها اباء تظلم فيها امهات تظلمت فيها اسر يعني بسبب التلعبات اللي موجودة في القوانين عندنا قانون اه لكن الزمن يعني ممكن نقول عفا عليه الزمن لسه مش عارفين الرئيس عبد الفتاح السيسي اخد على عاتقه انه لازم يصلح اللبنة الاساسية لاي مجتمع في الدنيا اي مجتمع في الدنيا ايم على الاسرة مش على الفرد الفرد بدون اسرة وبدون عيلة وبدون مجتمع اللي هو لبنات الاساسية لاي حتة في العالم لاي مكان في العالم لن ينصلح الاسرة المصلية هي الاساس القيم والاخلاق واللي تعودنا عليها بدأت تضمحلي بشكل كبير بسبب ممكن نقول عوارف القانون سبب نقول في مشاكل الدنيا المهم ان احنا عندنا مشكلة زي ما قلنا القيادة السياسية اخدت على عاتقها اصلاح هذا القانون عشان تنصلح الامور بعد كده هنشوف قانون الاحوال الشخصية الجديد المطروح الان وهنبدأ نتكلم عليه وهيكون معايا في هذا الحوار الخبير القانوني الدكتور شريف زاهر صباح الخير يا دكتور صباح محر خلينا نبدأ الأول نشوف تقرير المشاهدين يشوفهم معنا التقرير وبعدين نبدأ نشوف القانون القديم والقانون الجديد وهنا نوصل لفين فضل وجه الرئيس السيسي بان يتضمن مشروع القانون الجديد للاحوال الشخصية انشاء صندوق لرعاية الاسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الاحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له بالاضافة الى دعمه من قبل الدولة حفاظا على الترابط الاسري ومستقبل الابناء كما وجه الرئيس بان تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية من جانبه كشف وزير العدل عمر مروان عن وجود موافقة مكتوبة من الازهر الشريف ووزارة الاوقاف ودار الافتاء بشأن توثيق الطلاق وقال نحن مطمئنون لكل الاحكام الموجودة في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد واضاف الوزير تعقيبا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الاحوال الشخصية انه تم الانتهاء من ملامح مشروع القانون وسيتم الانتهاء من الاحكام التفصيلية له خلال شهر وبعدها يتم طرح الامر للحوار المجتمعي احنا في اجراءات الكشف الطبي اللي معمولة مش كده المعالي الوزير في القانون لا ده سلامة عقد ده يا فندم سلامة عقد عارفيني ليه سلامة العقد انت بتقول سلامة قدام سلامة سلامة شاب قدام سلامة شابة صح كده والعقد مبني على ليه على الشفافية والمصدقية صح كده وبالتالي كل ما العلم يتقدم ويديني فرصة اقدر احقق في سلامة العقد دي اعمل ايه لو ما عملتش بانا كدولة عملت ايه اصرت ولفت مروان الى ان هناك صندوقا لدعم الاسرة المصرية وهو يتكفل بدعم الاسرة في اوقاتها الحرجة وستسهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجون وتابع ان اللجنة القائمة حاليا على اعداد قانون الاسرة استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفس شهير وعالمة اجتماع وعالم مالي وعدد من علماء الشريعة الاسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي مشيرا الى ان كل اجراء وضع في القانون كان هناك الرد العلمي في هذا سواء في الاستضافة او الرؤية او الحضانة ولا يتأثر احد بهذا ونحن نضع احكاما موضوعية لتنظيم مسائل الاسرة تابعنا معكم هذا التقرير حول حوارنا اليوم وارحب مرة تانية بالدكتور شريف زاهر الخبير القانوني اهلا بحتيك دكتور ايه اللي حصل للأسرة المصرية في خلال نقول العشرين تلاتين سنة اللي فاتت طبيعي ان حصل في الأسرة المصرية وفقا للتطور والمستجدات اللي ترأت على المجتمع المصري تعديد من التطورات وتغير السلوك فاصبحت القوانين لا تتلقم مع الفكر المجتمع المعاصر دلوقتي للناس فمن كل حين لاخر بيلزم المجتمع ان هو يطور نفسه وبيطور المنظومة القانونية ولمواجهة التدعيات اللي بتحصل على الفكر او المجتمع المصري فده طبيعي ان يحصل تطور لان اساس الدولة المصرية قايم على الأسرة لو انصلح حال الأسرة الصغيرة هينصلح حال المجتمع ككل فاحنا بنبدأ بالعلاج من الأسرة الصغيرة عشان نقدر نوصل لمجتمع ساوي منضبط ما فيش فيه تجاوز بين الحوء بين الأطراف فأساس الأسرة الزوج والزوج والمشاكل اللي بتبقى موجودة بينهم لو نزعات دي طولت او خدت طرق تانية غير المتعرف عليها بيبقى فيه أزمة هنا انت قلت لي كلمة متعرف عليها وهي دي النقطة انا عايز دايما احط عليها سبوت زمان كنا يعني القرآن نازل كلمة بالمعروف مودة ورحمة مودة ورحمة لا كلمة حتى يعني في كل كلام الطلاق يعني في كل آيات الطلاق نازل كلمة بالمعروف يعني بما هو متعرف عليه بينكم ومصر كانت شغالة بالمتعرف عليه وبالأعراف لمئات وألاف السنين وعندنا يمكن قرس من الحضارة المصرية القديمة بتبجل المرأة بتبجل الأسرة وغير كده ايه اللي حصل بقى في ده خلى مش عايزة أقول التابوهات عشان الناس متاخدهاش بشكل وحش بس عايزين نقول الأعراف دي راحت فين طبيعي الأعراف لما بتبقى موجودة مع مرور الزمن والتطورات والحاجات اللي بتخش على المجتمع المصري بيحصل في بعض أعراف بتندسر وبتروح مع الوقت وأعراف جديدة بتظهر وقوانين جديدة عرفية بتظهر بين الناس ده بيقول إن التطور هي دي ضريبة التطور إن بيحصل تطور فطبيعي وضريبة العولامة بردو وضريبة العولامة بيحصل طبعا إن في حاجات بتندسر وحاجات بتظهر جديدة ما فيش حاجة سبتة كنا دايما بنتعود إن العرف ده الأساس المجتمعي أو اللي بيحكم المجتمع بعد القانون لكن وفقا للوقت اللي احنا معصرين فيه التطور السريع اللي حاصل في كل الدنيا والإنترنت والانفتاح الكبير على كل دول العالم فطبيعي أن يحصل أعراف جديدة هتظهر وأعراف جديدة هتختفي إحنا لازم نواكب ده بالقوانين وعادة تنظيم المجتمع والأسرة المصرية في القوانين اللي بتحكم يمكن الدول الأوروبية وأمريكا بتحديدا عندهم قوانين صارمة جدا في موضوع الجواز والطلاق وهم ما هماش معتمدين على الأسرة بشكل يعني مش هي نواة المجتمع عندهم نواة المجتمع عندهم الفرد ويعني أحد القادة اللي كانوا بيدرسوا في أمريكا قال لي يعني أحد من القادة الأمريكان قالوا إحنا عايزين الأسرة عايزين نرجع لمجتمع الأسرة قوانينه مصارمة جدا في الجواز والطلاق إحنا كان عندنا قانون وتعدل ودخلنا فيه قانون الأسرة الجديد ومحكمة الأسرة وغيره يمكن شوفنا مسلسلات كمان في رمضان اللي فات بتتكلم عن مشاكل هذه القوانين في رأيك أنت الشخصي إيه أهم المشاكل اللي إحنا بنقابلها في هذه القوانين الوقت خلينا نقول أن آخر قانون إحنا بنعمل عليه في القتل المصري كان فيه أغلب أكتر من المشكلة بتواجه المتقاضين أو طرفين يزعف الأسرة أهمها طبعا كان الرؤية والاستضافة حق الأب في الحضانة أن الأب ما كانش ليه حق في الحضانة مش من ضمن اللي ليهم الحق في الحضانة النفقات بالنسبة لو زوجة حصل الانفصال بين زوج وزوجة لو ما كانش الزوج بيعمل في مكان معروف أو في وظيفة حكمية أو أو وظيفة معلومة للزوجة فبتجد هنا صعوبة أن هي تنفذ الحكم ده أو تقدر تستحصل من نفقة منه فبنلاقي أن الضحية هنا أصبح الأطفال الناتجين من هذه العلاقة الزوجية ما بتبقاش قادرة الأم أن هي تصرف عليهم أو تنفق عليهم في ظل أن الأب تهرب من الإنفاق على الأولاد زائد أن كان بيبقى في رعونة شوية في أن أطالب الأب بتنفيذ المتجمدات أو المبالغ المستحق عليه من النفقات كان فيه أوجه عوار كتير في القانون في ناس كانت بتشتكي من طول مدة التقاضي والنفقة يعني ست بعد ما تطلع بتطلع لها مثلا ممكن سنة لثلاث سنين عبل ما تاخد النفقة بتاعتها حاجات كده كتير في بعض قضايا في القانون الحالي اللي موجود كانت بتطول وفقا للإجراءات القانونية المعتادة المعروفة ومن دي من ضمن الحاجات اللي ناشت بها القانون الجديد أو مشروع القانون الجديد إن إنشاء المحكمة الوحيدة لكل الأمور المتعلقة بقضاء الأسرة وده هيسهل شوية الإجراءات وهيصرع من الإجراءات وهيتيح إن مش يبقى فيه تلاعب كتير إن أنا حجمت الموضوع وسيطرت عليه أمام حكامة واحدة فأنا كل ده بساعد في فصل من نزاع بين الزوج والزوجة أو طرفين نزاع بين القضية الأسرية وإن أنا بقدر أوضع الحدود بينهم ويعرف كل حد منهم حدوده والتزاماته واجباته الواقع عليه يعني كتير من القصص اللي بنسمحها نلاقي بيطلعوا الزوج أو الرجل الشيطان إنه بيرمع عياله وإنه مش عارف إيه مش عايز يصرف عليهم وإيه ونلاقي إنه حالتانية بيطلعوا الزوجة هي لشيطان وفي الطبيعة إن كل واحد فينا داخله الإنسان وملاك يعني ما بين الخير وما بين الشر يجب وضع قانون عشان نوصل بقى إن يبقى واضح هو وواجبات كل واحد فيهم شايف القانون الجديد إيه أهم النقاط اللي ممكن تحللنا المشاكل دي وأكيد طبعا أنا معتقدش إنه إحنا القانون دايما بتطور ما فيش حاجة اسمها حل نهائي أكيد كل قاعدة هيبقى ليها استثناءات لكن أنا شايف إن من أوجه الحاجات المميزة جدا في القانون الجديد فكرة الاصطدافة والرؤية بالنسبة للأب لكن مش عايز أنكر عليك يعني إن كان فيه كتير من الزوجات أو أو أهالة الزوجة نفسهم بيمنعه بيمنعه الرؤية يعني أبو ده شيء يعني في غاية البشاعة إن أنت تمنع عب وبتستغله بقى الأولاد في حتة إن أنا بضغط على الأب أو بضغط على الزوج في في إجراءات التقادي في في أي حاجة بنتقى من الزوج عن طريق حرمانه من أولاده وده كان شيء قاسي جدا القانون الجديد أو مشروع قانون الجديد يعني وضح فكرة أو استفاد في فكرة الرؤية والاستضافة بالنسبة للأب وإن ده حق أصيل لي إن هو يشوف أولاده وإن واللي هيخالف فكرة تنفيذ حقوق الرؤية والاستضافة سواء من الطرف ده أو الطرف ده هتقع عليه الغرامة اللي هو هينشق من أجلها صندوق الدعم الأسرة اللي إحنا بنتكلم عنه فكرة إن أنت هتبقى عارف حقوقك ووجباتك وإنت لو أصرت هتتجازة أو هتتعاقب أو هتتغرم فدي هودع حد الالتزام بين الزوج والزوجة أنت ما تستخدميش الأطفال كوسيلة للضغط على الأب ولا أنت تقدر تحرم الأم من من أطفالها ولا أبنائها فهذا روضع الضابط اللي حدد فيه مصار الزوج والزوجة في التعامل في بعضهم بعض في حالة الانفصال أو الطلاق بينهم ومن بعض هل شايف أن يجب وضع قوانين لما قبل الزواج لأن إحنا برضو أعتقد أن إحنا عندنا مشكلة في فهم فكرة الزواج الوقت الولاد والبنات أو الشباب والسيدات بقى عندهم مفهوم خاطئ لفكرة الزواج يعني دايما الهدف عندهم هو الزواج مش الحياة ما بعد الزواج فهل إحنا محتاجين نشوف حل لهذه المشكلة هي طبعا المشكلة دي أيما عن أن العلاقة بين الخطيب أو الخطيبة أو الرجل أو السيدة قبل الزواج لازم يبقى فيه دراسة الأول بينهم ومن بعد ولازم الدولة بتهدف المشروع الجديد أن أنا بضمن أن على الأقل تكون الاثنين متوفقين صحيا وماديا وفيه توافق بينهم عشان على الأقل أضمن بنسبة ولو بسيطة أن العلاقة الزواجية دي هتكون نجحة عشان بالأسف إحنا وصلنا في مصر المعدل خطير جدا تقريبا 200 أو 210 ألف حالة طلاق سنويا وده معدل كبير جدا ده نتيجة أو إرس للزواج المبكر الزواج بدون دراسة أو وعي أو فكرة نحن كده دي الأحصاءات الرسمية نحن ما عندناش أحصاءات غير رسمية للزواج المبكر والعرف فيه والحاجات اللي هي فيه حاجات نحن بنتكلم على الأحصائيات اللي الأمكان متبعتها واللي قدرنا نتوصل لها لكن فيه حاجات كتير طبعا مش مسجلة والجواز المبكر بالنسبة للقاصرات بيتم بجواز عرفي مش مسجل فكل ده بيبقى نتيجة أن مجرد أن البنت تتجوز أو الولد يتجوز بدون دراسة وبدون وعي بدون حتى ما يبقى فيه تفكير مجرد تفكير فيه ما بعد العلاقة الزوجية فيه ما بعد الإنجاب إيه اللي هيحصل مين اللي هيصرف مين اللي هيتكفل بالأطفال مين اللي هيتكفل بالأسرة وبالبيت كل دي أمور كانت مهملة ما حدش بينظر لها بننظر دايما البنت تتجوز خلاص البنت تتسطر زي ما بيقولوا فيه بعض الاعترارات على فكرة أنه مش من حد يقول أنت تنفع تتجوز ولا ما تنفعوش إلا لو يعني فيه موانع طبية مثلا أو موانع لكن مثلا واحد من مستوى مادي أقل من الزوجة أو العكس فهنا برضو يعني احنا بنتابع بقى السوشيال ميديا وردود الأفعال على السوشيال ميديا شاف الفكرة دي إزاي هو طبعا فكرة الجواز في الشريع الإسلامية عموما أي معنى الإجابة القبول طبعا طالما حصل إجابة القبول بين الزوج والزوجة وهم مرتضوا اللي تقوم بينهم علاقة زوجية فده شيء طبيعي إحنا بنتكلم في جزئية محددة إذا كان فيه مانع مانع أو عدم توقفه بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض المستويات العقلية في بعضها فيه ساعات بيحصل إن حد عنده مشكلة ماف عقلية أو ذهنية بيتم بيحصل بينه علاقة أو زواج بشخص آخر فالفكرة دي هتبقى تحت الرقابة أو تحت النظر بالنسبة قبل ما يتم التوقيع أو الموافقة على العلاقة بالزواج في مشاكل دائما نحن بنحاول نغفلها أو بنحاول نحن بنبصش عليها منها الزواجة العرفية لأسباب قهرية مثلا المطلقات مثلا عشان ولادهم ما يتاخدوش منهم الأرامل عشان النفقة حاجات زي كده إمتى نلاقلها حلول هو فكرة الزواج العرفي الدولة ما بتديش وده لازم نوضحه الزوجة أي حق من حقوقها الشرعية سواء إثبات النسب أو ما إذا تخلف عن الزواج العرفي أولاد أطفال لكن حقوقها الشرعية تاني وده لازم نوضحه المراس والنفقات الحقوق الشرعية اللي بتاخدها الزوجة العادية بالعقد الموسق ما بتقدرش تاخدها الزوجة بالعقد العرفي لكن هو القانون داما عشان ما وجدش طفل عندي بدون نسب أو فيه مشكلة في نسبه فمساهمة من الدولة أنه بقدر أثبت العلاقة الزوجية برضو أمام محكمة الأسرة بجيب العقد العرفي وبتجه إلى محكمة الأسرة وبثبت العلاقة الزوجية بيني وبين الطرف الثاني وبقدر أنسب الطفل المتحصل من العلاقة الزوجية دي للأب في العقد تمام لكن كحلول جذرية مثلا يعني أنه نوجد حلول للناس دي أنهما ما نجبرهمش أنهما يتجهوا للاتجاه الصعب مش عايزين نقول خاطئ لأنه طبعا في البداية والنهاية الزواج الشرعي معروف شهرته يعني أو أنه لازم بيقى فيه قبول وإيجاب وإشهار وشهود وغيره طبعا هو أن أنا أبدع الناس أنها تسلك الطريدة لازم الغرامة اللي هتود على كل من يقوم بمخالف أو عدم توصيق عقل الزواج اللي هو هيتجه للجواز العرفي بدون ما يتم التوصيق لأن يعني نوضح أن اللي بيتجه للزواج العرفي بيبقى متجه لسبب أو لعلة معينة ما بيروحش للزواج العرفي غير لما يكون هو عايز يهرب من إما البنت قاصر ممنوع زواجها بقوة القانون أصلا أو فيه مشكلة ما أو إن بيهرب من إن مثلا زوجها عندها معاش معين أو تأمين معين فمش حابة أنها توصق العلاقة الزواجية في الأحوال المدنية فبيلجأوا لل عقد للزواج العرفي فهو يجب تغليز العقوبة أو كده أن أنت بتاخد حق مش حق في الحالة هرجع لك للسؤال الصعب جدا ولي يعني لغاية الوقت إحنا مش عارفين نحله هل دايما القانون هو الحل ولا يجب مع القانون يكون في حاجات تانية عشان نصلح المنظومة هو دايما البداية من القانون وبعد كده السلوك المجتمعي إحنا لازم نبقى مقتنعين أو مقدرين فكرة أن الانضباط وأن أنا أبقى ملتزم بالقانون عشان أقدر أوصل لأسرة ثقافة عامة بالنسبة للمجتمع أن أنا أقدر أبقى عارف حقوقي والتزاماتي داخل أقيم علاقة أو هتجوز أو هتقل في مشروع جواز جديد أبقى عارف أن أنا داخل أبني أسرة عندي وعندي واجبات التزامات عارفها من اليوم الأول شروط إحنا بنتغالى دايما في الشروط وفي الطلبات والحقوق اللي بنتطلبها قبل العلاقة الزوجية وكله بيوافق وفي الأسف بعد ما بيتم العلاقة الزوجية بتبتدي بأن زعادت وهناخد المنقلات الزوجية ونرفع عليه الأيمة ونجيب شهود زي ما شفنا فيه ناس كتير بتتلاعب في الحتة دي بنفكر دايما إحنا هنحمي إزاي وهنضمن إزاي ونقرس إزاي لكن إحنا ما ضمن ماشي نستمرارية الإرحال نحن نعلم الولاد أخيرا عايز أسألك على فكرة الميديا والسوشيال ميديا وجنبها بقى التطور التكنولوجي اللي إحنا فيه يعني أنا من أحد الحالات اللي شفتها إن زوجة جاية ترفع قضية على زوجها أو طلقها هو في محافظة تانية قالوا لازم تسافر محافظة تانية بعيدة عشان ترفع عليه القضية فكرة التحول الرقمي وتأثير الميديا بقى إذا كانت مسلسلات أو سوشيال ميديا الوقت هجاوب على الجزء الأول بخصوص التحول الرقمي بالنسبة هي المحكمة المختصة هي محكمة الزوجة أو العنوان بالنسبة للزوجة المشكلة الوحيدة اللي كانت بتقابلنا أو بتقابل الزوجة في القصة دي إن لما تيجي الزوجة تبقى مثلا مقيمة في القاهرة بس تحمل بطاعة رقم قومي لعنوان في محافظة أخرى أو في الصعيد أو في اسكندرية في أي محافظة غير محافظة القاهرة بس هي مقيمة بالفعل الآن في القاهرة منزل الزوجية هي دي الأزمة اللي كانت بتواجهها لأنها لازم الأول تقدر تثبت إن هي مقيمة فعلا هنا وعندها عقد أو عقد إيجارة أو عقد تمليج بالنسبة الوحدة سكنية في القاهرة عشان تقدر تستفيد من المحكمة المختصة غير كده هتقدر لازم تسافر للمحكمة اللي بتحملها الرقم القومي اللي هي بتحمله نتمنى إن إحنا نوجد مشاكل يعني حلولي المشاكل دي أنا أشكرك دكتور شريف زاهر الخبير القومي شكرا جزيلا عبد الله ده كان أول حوارنا النهاردة في هذا الصباح في أول يوم في العام الجديد خلونا نطلع لمجهز لأهم الأنباء وحوارنا الثاني ابقوا معنا اشتركوا في القناة